السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاية تجدد بسعب معكم دايما انقلاب ألمانيا وفشل التخطيط للانقلاب الغرب بين التفتيت والتقسيم اعتقالات واقتحامات واسعة ضباط قوات خاصة مشاركين وأعضاء في البوندستاج الألماني وحكاية الأمير هاينرش اللي بيتزعم الانقلاب اعتقالات واسعة في داخل ألمانيا حتى في إيطاليا كلام خطير جدا عن انقلاب فاشل لتخطيط لإحداف انقلاب في ألمانيا الصحف الألمانية والمواقع ومحطات الفيزيون الرسمية الألمانية تتكلم عن مخطط كبير جدا واعتقالات طالت أعداد كبيرة جدا أهلا بكم في حدث اليوم رجاء أن تفعيل الجرس باللون الأسود واعمل لايك واعجاب بالحلقة وشير في الجروبات إحباط انقلاب في ألمانيا تم اعتقالات لأعداد تتفاوت في الأول ما بين 25 شخص في مدهمات في جميع أنحاء البلاد وفقا للبيبي سي البريطانية لنقلة الخبر أيضا التلفزيون الألماني الرسمي أيضا تحدث اللي هو ZWF الألماني بيتكلموا عن أنه الاشتباه فيه تآمر أعداد كبيرة للإطاحة بالحكومة الألمانية وبتقول تقارير ألمانية أنه مجموعة من الشخصيات العسكرية السابقة وكانت فيه قوات خاصة وقوات النخبة اليمينية المتطرفة خططت لاقتحام مبنى ببرلمان الرايستار الألماني والاستلاء على السلطة بيتزعم الأمر ده تبقى لي المحطات في تفزيون اللي هي الألمانية بتكلم عن أنه رجلا ألماني يوصف به الأمير بيدعي هاينريش هاينريش اللي هو مسمي نفسه هاينريش الثالث عشر بيبلغ من العمر 71 عاما كان لي دور محوري في المخطط للإنقلاب في ألمانيا وفقا لي المدعي الفيدرالي فإن هاينريش هو واحد من اتنين من الزعماء اللي هما كانوا بيقودوا الإنقلاب دوت وهم سموا السلطات الألمانية بالعصابة للقيام بهذا الإنقلاب اعتقلوا في حملة مدهمات شمالة 11 ولا ألمانية وده عدد كبير جدا يبدو أن العدد تجاوز الرقم 25 شخص لأن المدهمات كانت داخل ألمانيا في 11 ولا ألمانية وأيضا طالت في إيطاليا نفسها ولكن من بين المتأمرين أعضاء في حركة مواطني الرايخ المتطرفة والحركة دي كانت دايما بتطالب أو هي محط أنظار الشرطة الألمانية بسبب الهجمات العنيفة لها ونظريات المؤامرة العنصرية من جانب هذه الحركة المؤامرة العنصرية تبقى لي تقديراتهم مهمة أنهم بيرفض أنصار الحركة الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة الحالية من وجهة نظر الحركة دي من وجهة نظر متطرفين يمنيين موجودين في ألمانيا وعلى فكرة هم موجودين في المجالس الدستورية والتشرعية في ألمانيا موجودين ونافذين وليهم ناس في قوات الخاصة وأعضاء سابقين بيبقوا شايفين أنه بيرفضوا الاعتراف بألمانيا الحديثة فيه خمسين رجل آخر وامرأة تبقى لي البي بي سي بتقول أنه جزء من المؤامرة للإطاحة بالجمهورية الألمانية واستبدالها بدولة جديدة على غرار الإمبراطورية الرايخ الثانية إمبراطورية الرايخ الثانية دي كانت 1871 حفا يعني من 150 سنة تقريبا أو أكتر من 150 سنة هم عايزين يعودوا للإمبراطورية دي هم مش شايفين أن ألمانيا اليمنيين والمتطرفين هناك شايفين أن ألمانيا مش بالدور اللي هو ما أنها دولة عادية في حلف تبع أمريكا وما شايفين أن ألمانيا دولة عظيمة وقوة عظيمة فإن هي حقا أنها تكون إمبراطورية زي ما كانت قبل 150 سنة اللي بيؤكد ده أن فيه تصريحات للمدعي الفيدرالي الألماني المتحدث باسمه بيقول أنه ليس لدينا اسم لهذه المجموعة حتى الآن ولكن وكالة الأنباء الألمانية قالت أن فيه مدهمات وقعت في معظم أنحاء ألمانيا وتم اعتقال أشخاص في النمسا وفي إيطاليا يعني خارج ألمانيا وأيضا يعني من المقرر أن يتم استجواب المعتقلين في وقت لاحق اليوم في التحقيقات الفيدرالي الألمانية غرّد وزير العدل الألماني ماركو يوشمن على تويتر وقال أنه عملية كبيرة جدا تجري الآن في ألمانيا منذ أمس لمكافحة الإرهاب وأنه يشتبه فيه تخطيط كبير ومخطط كبير للهجوم مسلح على هيئات دستورية وهيئات حكومية حساسة وهما في ألمانيا الأمر خطير هناك في ألمانيا ولكن هم بيحاول أن هم يعني يفشلوا المخطط ده قال المدعي العام الفيدرالي الألماني أنه الجماعات المتطرفة اليمنية كانت تخطط الانقلاب عنيف منذ نوفمبر 2021 يعني الأمر ده بيتم تخطيطه من 13 شهر تقارير تتحدث عن أن عسكريين سابقين هم أيضا فاعلين في هذه المؤامرة وهذا الانقلاب لحد الآن تم إفشاله بيقول قد أن جزء مهم جدا من المؤامرة الانقلاب دي كان منهم جنود من النخبة في القوات الخاصة الألمانية وجنود سابقين في الوحدات الأمن الألمانية مكتب المدعي الفيدرالي بيقول أن المتأميرين وضعوا خطط لحكم ألمانيا بعد نجاح المؤامرة وأدركوا أنهم غير قادرين على الحكم في ألمانيا وتحقيق أهدافهم إلا من خلال الوسائل العسكرية فتم الاستعان بمتعاونين عسكريين فكرهم يتناسب مع فكرهم اليميني أو متطرف عشان خاطر أنهم يأخذوا دعم عسكري لتحقيق أهدافهم عشان يوصلوا لحكم ألمانيا وتبقى ألمانيا إمبراطورية وليست جمهورية أو فيدرالية زي الآن ومخطط اللي هما كانوا بيسعوا ليه لما استعانوا بعسكريين أنه كان بيشمل تنفيذ عمليات قتل لتحقيق نجاحهم ونفذهم لنجاح الانقلاب محطة زيد دي أف الألمانية بتتكلب التلفزيون دي محطة الفيزيون الألمانية العامة يعني اللي هو التلفزيون الرئيس بيقول أنه عضوا يمنية متطرفا سابقا في مجلس النهوبي الألماني البوندستاج كان بيشارك في المؤامرة دي وكان فعال جدا فيها وكان بيجري إعداده ليكون وزيرا للعدل واضح أنه اللي هو الأمير هنرش اللي هو الثالث عشر اللي هو تم القبض عليه هو اللي كان حطت مخطط للأمر ده وكان واضع عضو مجلس النهوبي السابق الألماني ده كان أنه هيكون إعداده وزير للعدل في الرئاسة في الامبراطورية الألمانية الجديدة اللي هما كانوا عايزين يعملوها لكن الحقيقة أنه إفشال المؤامرة دي على قد ما هو نجاح للسلطات الألمانية والأمن الألماني ولكن ده أمر خطير والأول مرة يحدث ده إنزار شديد جدا بتفتيت ألمانيا أو تفتيت الغرب وتأسيم الغرب ويعني مش من الوارد أنه يكون الأمر دوت وليد أشخاص هما بيقوموا بالأمر دوت ولكن قد يكون في ترتبات لقوة خفية إن هي بتدفع في الأمر ده الأمر ده هو أصلا إنزار بالخطر على مش على ألمانيا على أوروبا كلها هتكلمنا عليها إنها كلها هتتغير وهتتفتت وهيكون في تقسيم لأوروبا من داخلهم يعني هما سيفعلون ذلك في أنفسهم بأنفسهم الدليل على كده إن ألمانيا ذات نفسها في خلال الأيام السابقة أعلنت إنه ما عندهاش يعني في حالة أي مواجهة عسكرية مش مع روسيا ولكن عمتا إنه ما عندهاش زخائر مدفعية أو زخائر للصواريخ تكفي لأيام يعني ممكن يعني تكفي ليوم واحد بس لمواجهة عسكرية ولكن لأيام ده معناها إنه كل الزخائر والأسلحة اللي أرسلها لأوكرانيا هي أفرغت مخازن الزخائر الألمانية نجحت أمريكا في إضعاف الغرب إضعاف أوروبا نجحت فيها وهناك قوة تسعى إلى إضعاف أوروبا وتفتيتها البداية من الإنقلاب ده رغم فشله ولكن ده إنظار بتفتيت وتقسيم والواقع الحالي بيقول إنه الألمانيا والغرب هو في حالة ضعف وبهل شديد جدا يعني الآن يفعلون بأنفسهم ما فعلوه في الدول العربية والدول الشرق أوسطية الآن يجنون ثمار ما زرعوه في شر وفتنة في الدول العربية ما يحدث ذلك في الغرب هو يعني بداية من حلقات هنشوفها لتفتيت الغرب انقلابات وتقسيم واستقلال إن لم يحدث استقلال لبعض الأقاليم اللي هما هيصعل تفتيت أنفسهم بأنفسهم لكن سنرى في الغرب ولايات ستستقل مناطق هتستقل الأمر كله هنشوفه بقوة في بريطانيا وهنشوفه بقوة في ألمانيا اللي هم اعتبروا من ضمن أهم يعني قوتين في أوروبا عامة الحادث ذا يعتبر إنذار خطير لما يحدث داخل الأراضي الأوروبية من إضعاف وتأسيم وتفتيت نحمد الله على وطننا العربي وعلى ولاد أمرنا وعلى الوعي وعلى الوعي القومي وعلى الوعي العربي إن أنت تعرف قد إيه وطنك وقوتك من الوحدة والتآلف ما بين لحمة الشعب الواحد ولحمة الوطن العربي الواحد حفظ الله الوطن العربي استودعكم الله الذي لا تدع ودعه ترجمة نانسي قنقر